الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نفت الهيئة العامة للاستعلامات كافة للدعاءات التي جاءت في مقال نشره موقع سين ان الأمريكي بعنوان تغيير مصر لشروط صفقة وقف اطلاق النار على قطاع غزة وقد صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ديار شوان بأن المقال الذي نشره الموقع الأمريكي هو في حقيقته محضو دعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بالدعاءات المخالفة للواقع لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة برمتها وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي كما طلب مصدر رفيع المستوى إسرائيل بمراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات لهذا القطاع وقد شدد المصدر على أن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا وضف المصدر أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة هي عدم سماح مصر لسكان قطاع غزة بالدخول لأراضيها يؤكد النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع وجدد المصدر رفض مصر بشكل قاطع أيضا المخططات الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع إلى سيناء وأكد أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مصر بأنها شريك مهم في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وخلال جلسة استماع بالكونغرس أكد بلينكين على الدور المصري في إصال المساعدات لهذا القطاع شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي عدد غرات على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية سقوط 16 شهيدا ومصابين في قصف إسرائيلي على مسجد فاطمة الزهراء والذي يؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة كما أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مناطق وسط مدينة رفح ما أصفر عن سقوط شهداء ومصابين قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلية ساحي هنجبي إن إسرائيل لم تحقق أي هدف من الأهداف الاستراتيجية لحربها على قطاع غزة وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن جيش بلاده لم يقضي على حركة حماس ولم يوفر شروطا لإعادة المحتجزين ولم يعد سكان غلاف غزة إلى منازلهم بأمان وأضاف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن جيش بلاده يقول إن تحقيق أهداف الحرب بحاجة إلى سنوات عدة وليس عام واحد كما أن مجلس الحرب لم يحدد أي هدف واضح بالنسبة لمنطقة شمال إسرائيل ولم يضع تاريخا ولا أهدافا استراتيجية تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه هاجم بمسيرات انقضاضية مرابض مدفعية الكتيبة 403 الإسرائيلية جنوب بيت هليل وأشر إلى أنه أصاب كافة الأهداف بدقة كما أكد الحزب أنه استهدف بالصواريخ موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة من جهته أعلن الاحتلال واستهدافه لعدة مواقع تابعة لحزب الله داخل العمق اللبناني أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البينتاجون أن قوات الحوثي تستخدم أسلحة يمكن أن يصل مداها إلى البحر الأبيض المتوسط وأوضح مصدر مسؤول في البينتاجون أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من أن قوات الحوثي لديها القدرة على توسيع نطاق الضربات على الشحن خارج منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط وأضاف المصدر أن قوات الحوثي لديها أسلحة متطورة وأن نشرها للصواريخ الفاليستية المضادة للسفن أمر غير مسبوك بالإضافة أيضا إلى استخدامها لطائرات بدون طيار في كافة هجمتها ختاب موجز الثامنة عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخريم